تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 505 قضايا تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 313 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 62 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأسيد من السعر الرسمية تم ضبط 237 طن أما في مجال البيع بأسيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 13 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 369 قضية من بينها 120 قضية خبز نقص الوزن و88 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال القضايا التمونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات 17 طن ترجمة نانسي قنقر